المناسبة بيبقى أننا حدارة بتتكلم عن نجاحات بي عشان نتكلم عن النادي الأهلي والشكل المشرف اللي بيعمله النادي الأهلي نهاردة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وهو بيتكلم قال أصبح النادي الأهلي هو ممثل المغرب طبعاً احنا سنظر الممثلين لمصر ولكن والرجل بيقولك أن احنا كلنا حنوقف مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي ده بمناسبة بيقوله هو أصبح النادي الأهلي هو ممثل المغرب في كأس العالم بعد خروج الوداد طبعاً بعد خروج الوداد من الهلال يعني ده اللي بقولك العلاقات ما بين المسؤولين شفتها إزاي شفت استقبال المسؤولين على مستوى الرياضة على مستوى الحكومة إزاي لكبار النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي شفت حتى الجماهير ده كمان جزء كبير جداً حتى الجماهير عرف قيمة وعظمة النادي الأهلي وبالتالي شيء رائع يعني شخصية محترمة جداً وشخصية قدة الكثير والكثير للمنتخب المغربي والأندية المغربية يعني على مستوى على مستوى الإدارة على مستوى حتى بنشوف على مستوى التطور الكبير جداً في الكرة المغربية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات ده شيء مهم جداً وده بيعكس قيمة العلاقات الطيبة وكيان النادي الأهلي وتقدير المسؤولين لطبعاً اسم النادي الأهلي الكبير الحقيقة حاجة جميلة جداً وحاجة محترمة وإحنا عاديد بنتكلم بنشوف الناس بتعمل إيه والراجل اللي بيطلعي الناس اللي بيطلعت تتكلم دي بتطلعت تتكلم بإذا الشكل وعلى الجانب الآخر بنشوف إيه اللي بيحصل في كل مكان الحقيقة بيصل لي أو نبالي حكي معنا المهندس عادلي والأستاذ بريم زي ما حالك شفت الناس بتتكلم أن احنا يعني في كل حتة بنحط رجلينة فيها الناس بتتكلم على النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي وأن النادي الأهلي ده كبير وسيظل دائما كبير فبالتالي هي حاجة رائعة جدا بالنسبة لنا ولكن خلينا أقول لحضراتكم تقم التحكيم برضو كابتن هاني لمباراة الأهلي وريال مدريد تقم تحكيم أورجوياني بقيادة أندرياس ماتونتي ويعاونه الحكم نيكولاس تاران كمساعد أول ومارتين سوبي مساعد ثاني وسيكون إيفان بارتون حكما رابعا ويتولى تقنية البار الحكم نيكولا جالو ويعاونه خوان صوته ويتواجد الحكم كاتريني نسبت لاحتساب حالات التسلل ويعاونه فناندو جريرو إذن تقم تحكيم أورجوياني لقيادة مباراة النادي الأهلي ضد نادي ريال مدريد المباراة اللي هتقام إن شاء الله يوم الربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة كبتن هاني